حلب تعود إلى حضن الرئيس السوري بشار الأسد وأربع سنوات من سيطرة المجموعات المسلحة عليها انتهت في أقل من شهر بهذه العبارات علقت وسائل إعلام إسرائيلية على معارك اللحظات الأخيرة في مدينة حلب هذا نصر، نصر معنوي مهم للأسد صحيح أنه انتصار في معركة لا في الحرب لكنه مهم ويأس المتمردين قد يدفعهم إلى المزيد من سفك الدماء استعادة حلب ثاني أكبر مدن سوريا تعد برأي محللين النصر الأهم في كل سنوات الحرب في سوريا الذي يحققه الرئيس الأسد ويتقاسمه مع حلفائه المؤلفين من حزب الله وإيران وروسيا الأسد حسم المعركة اليوم في حلب بمساعدة حلفائه هو سيطر على حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا بالطبع جنوده لن يدخلوا إلى كل حي الآن هذا يتطلب وقتا لكن المتمردين يهربون وحلب كلها باتت تحت سيطارته سقوط حلب بيد الجيش السوري وحلفائه سيلحق دربة حاسمة بالمجموعات المسلحة الواقعة أصلا في عملية تفكك يقول محللون ويضيفون للدقة الجيش السوري وحلفائه يتقدمون بخطوات عملاقة نحو إرساء سلطتهم في أجزاء مهمة من الدولة السورية خطوات ستضع إسرائيل وفقا لهؤلاء المحللين أمام حقيقة ناجزة من دون أن يكون لديها أي قدرة على التأثير لا في الخريطة السورية ولا فيما يجري فيها أيضا إنجازات الجيش السوري وحلفائه دفعت المعلقين الإسرائيليين إلى السؤال عن مرحلة ما بعد حلب فيما حذر آخرون من أن التطور الأكثر أهمية الآن هو تعزز قوة نظام الرئيس السوري بشار الأسد فهو كما يقولون يقترب من السيطرة على أغلبية المدن الكبرى دمشق وحماه وحمص وحلب وفي اللحظة التي سيقرر فيها إرسال قوة عسكرية كبيرة إلى درعة الأقرب إلى الجولان المحتل ستقترب أيضا قوات من حزب الله وإيران وهو ما سيعرض إسرائيل للخطر